يعني أنا لا أعرف يعني الدولة العراقية بمؤسساتها كافة إن كانت هناك مؤسسات كلما تكون هناك أزمة مالية أو تنخفض أسعار النفط تكون هناك ضرائب يتحملها المواطن في كل الأحوال وبالنتيجة شبكة حماية أكثر من أربعة مليون عراقي ومتقاعدين وموظفين برواتب زهيدة لا تستطيع أن يسدر مقه شهريا ومن ثم تأتي الحالة الصحية المتدهرة لدى الكثير من المواطنين اليوم إذا رجعنا للدستور العراقي لما دواعه 30 أولا تكفل الدولة مجانية الصحة والعلاج من الموظفين إذا الدستور يقول مجانية الصحة للمواطنين فكيف تكون هناك رسوم يعني اليوم أكو شيء ما صلت التقرير أكو موضوع مهم جدا يعني هناك رسوم كبيرة للمفرس والرنين إذا تأتي بعد الدوام بمبالغ طائلة وإذا شقص الأخصائي في أثناء الدوام تكون له حصة ثلاثة أو أربعة مرضة أما إذا تريد على حسابك الخاص فبأسعار خمسين أو خمسة وسبعين ألف المفرس أو الرنين هذه مشاكل اليوم المواطن العراقي إذا ما علمنا أنه لم تطرأ زيادة على رواتب الموظفي العراقيين منذ عام 2008 إلى هذا اليوم رواتب جدا بسيطة يتقاضها ناهيك على أنه بعض الوزارات تأخذ رواتب ضعف الرئاسات الثلاثة والنواب وغيرهم اليوم أنا لا أعرف كيف يخططون إلى هذه الرسوم الكبيرة التي تقع على عاتق المواطن بالإضافة إلى المواد والأدوية التي تكون في الصيدليات غير مرخصة وبالنتيجة بأسعار خيالية كبيرة لا يستطيع اليوم المواطن البسيط شراء هذه الأدوية لغرض العلاج إذا ما علمنا أن كافة الأطباء لخصائيين اليوم لديهم صيدليات خاصة أو يتعاملون مع صيدليات خاصة ويكتبون في أسعار خيالية اليوم أين الرقابة من ذلك؟ أنا أقول الرسوم كبيرة لا يستطيع اليوم المواطن تحمل الكثير منها ونحن اليوم ننذر ونراقب بالسياسة أن هناك أزمة مالية في السيولة وهناك هبط بأسعار النفط قد يكون تؤثر على عاتق المواطن العراقي طيب أستاذ جاسم بعد ترحيبك ثانية إلى أي مدى ترى إذن بأنه يتعين على الحكومة اليوم أن توضح كيفية استخدام هذه الأموال أو الرسوم الإضافية الجديدة التي أضيفت على الخدمات الطبية في مؤسساتها بالإضافة إلى ضمان تحسين جودة الخدمات بدلا من مجرد الإعلان عن فرد رسوم جديدة يعني أنا لا أعلم ميزانيات كبيرة انفجارية منذ عام 2005 إلى هذا اليوم لم تبنى مستشفى على الأقل في بغداد المستشفيات الموجودة اليوم التي يدخل فيها حتى الساسة والمسؤولين هي مستشفيات قديمة بنيت أكثرها قبل عام 1980 وبعد عام 1980 هذه المستشفيات الموجودة في بغداد لم تبنى مستشفى كبيرة جديدة إلى المواطن العراقي نعم هناك بنيت بعض المستوصفات الصحية فأنا أعتقد أن هذه الأموال التي تشفى من المواطن هي لا تكون كافية لفائدة الدولة باستيراد أدوية أو بناء ولكن هي تكلف المواطن مبالغ طائلة لأنه اليوم إذا ما علمنا خاصة اليوم العراق أكثر من 20% هناك أمراض مزمنة السكر والضغط والقلب وكل هذه المواطنين تعتمد على العلاد بالبطاقات العيادات الشعبية فاليوم المواطن يتمنى إلغاء الرسوم السابقة اليوم تأتي وزارة الصحة وتضيف اليوم على الصحة وعلى صحة المواطن مبالغ كبيرة أيضا فأنا أعتقد على الدولة والسيد الرئيس الوزراء أن يتدارسوا هذا الوضع الخطير جدا لأنه نقطتان مهمة جدا مجانية التعليم والصحة هؤلاء مادتين دستوريتان موجودة في الدستور الإراسي اشتركوا في القناة